السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع الأساسي سنبدأ اليوم بإذن الله بحصة جديدة من حصة اللغة العربية والتي تتناول مجموعة من الأبيات بعنوان هي الأخلاق للشعر الكبير معروف الرصافي إذن هي الأخلاق قلنا للشعر الكبير معروف الرصافي سنقرأها هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعحدها المربي على صاق الفضيلة مثمرات ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات فحضن الأم مدرشة تسامت لتربية البنين أو البنات أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات وكانت أمنا في العلم بحرا تحل لسائلها المشكلات وعلمها النبي أجل علم فكانت من أجل العالمات قلنا بأن هذه المحفوظات أو هذه القصيدة للشعر الكبير معروف الرصافي ومعروف الرصافي هو شاعر عراقي مسلم ولد في بغداد لقب بشاعر القومية العربية كانت حياته مليئة بالشعر وتميز شعره بالرصانة وقد كان شاعرا قويا معبرا عن الحال الذي كان يعيش إذن سنبدأ الآن أعزاء الطلبة بشرح هذه الأبيات شرح مفصل يقول الشاعر في البيت الأول هي الأخلاق تنبد كالنباتي إذا سقيت بماء المكرماتي إذن الأخلاق ما هي الأخلاق؟ مفردها خلق وهي مجموعة الصفات الإنسانية النفسية والتي تعرف بالحسن أو بالقب حسب طبيعة الإنسان إذا سقيت بماء المكرماتي المكرماتي وهي الأخلاق الكريمة المحمودة إذن يقول الشاعر هنا بأن الأخلاق كالنبات تنمو كما ينمو النبات فيقول هي كائن حي ينمو إذا سقي وتغذى على الصفات الحميدة ويقول أيضا بأن النبات إذا أعتذتنا به المزارة فأنه ينمو وكذلك الأخلاق إذن البيت الثاني يقول تقوم إذا تعحدها المربي على صاق الفضيلة مثمرات إذن البيت الثاني المربي وهو من يقوم على التنشئة على صاقي صاقي وهو جزء من أجزاء النبات الذي ينمو إلى أعلى الفضيلة وهي الدرجة الرفيعة من حسن الخلق مثمرات أي تعطي ثمرا طيبا أي شجر مثمر يعطي ثمرا طيبا إذن يقول الشاعر هنا أنه إذا قام ولي الأمر أو من يقوم بالتربية بمتابعة الأخلاق وغرسها في نفوس أبنائه فإنها ستكون قوية ومثمرة وستنبت له النبات الطيب ننتقل إلى البيت الثالث يقول الشاعر ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحدن الأمهات إذن هنا يدلنا الشاعر على شيء أو على درجة من درجات تعليم الأخلاق وهي الأم فيقول لنا بأن الأخلاق وقلنا بأن الشاعر يدل هنا على أحد الطرق التي يتعلم بها الإنسان الأخلاق وهو يبدأ بترتيب هذه الطرق من الأعلى إلى الأقل إذن قال ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحدن الأمهات إذن يهذبها أي يربيها كحدن الأمهات يقول الشاعر هنا بأنه لا يوجد أحد يمكن أن يقوم محل الأم بتعليم الأبناء الأخلاق وغرسها في نفوسهم البيت الرابع يقول الشاعر فحضن الأم مدرسة تسامت لتربية البنين أو البنات يشبه حضن الأم بالمدرسة التي علت وتسامت في تربية أبنائها وبناتها فيقول الشاعر هنا بأن الأم تسامت بأن الأم تختص بتربية البنين والبنات الأخلاق كما شبهها بالمدرسة التي تختص بتعليم البنات والبنين البيت الخامس يسأل الشاعر هنا سؤال استنكاري فيقول أليس العلم في الإسلام لفرضا على أبنائه وعلى البنات يريد الشاعر من هذا السؤال تأكيد بأن العلم في الإسلام واجب على كل من البنين والبنات وهذا البيت يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فالعلم هنا فريضة على الأبناء وعلى البنات وفرضا هنا أي واجب البيت السادس يقول وكانت أمنا في العلم بحرا تحول لسائليها المشكلات إذن هنا ذكر الشاعر دليل قطعي على ضرورة ووجوب تعليم البنات وأن لا يقتصر العلم على البنين فقط فذكر لنا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقال كانت أم المؤمنين سيدة عائشة في العلم بحرا وكانت تحول لكل من يسألها المشكلات فيقول الشاعر هنا أو يذكر دليلا وقلنا أنا وذكر دليلا على وجوب تعليم البنات من خلال ذكره للسيدة عائشة من الذي علم السيدة عائشة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في العلم وفي غيره يقول الشاعر وعلمها النبي أجل علم أجل علم فكانت من أجل العالمات إذن سيدنا محمد هو الذي علم السيدة عائشة هذا العلم وأجل العلم أي أعظم علم فكانت من أعظم العالمات في ذلك العاصر إذن البيت الثاني يقول تقوم إذا تأحدها المربي على صاق الفضيلة مثمرات إذن البيت الثاني المربي وهو من يقوم على التنشئة على صاقي صاقي وهو جزء من أجلاء النبات الذي ينمو إلى أعلى الفضيلة وهي الدرجة رفيعة من حسن الخلق مثمرات أي تعطي ثمرا طيبا أي شجر مثمر يعطي شجرا يعطي ثمرا طيبا إذن يقول الشاعر هنا أنه إذا قام ولي الأمر أو من يقوم بالتربية بمتابعة الأخلاق وغرسها في نفوس أبنائه فإنها ستكون قوية ومثمرة وستنبت له النبات الطيب ننتقل إلى البيت الثالث يقول الشاعر ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحد الأمهات إذن هنا يدلنا الشاعر على شيء أو على درجة من درجات تعليم الأخلاق وهي الأم فيقول لنا بأن الأخلاق وقلنا بأن الشاعر يدل هنا على أحد الطرق التي يتعلم بها الإنسان الأخلاق وهو يبدأ بترتيب هذه الطرق من الأعلى إلى الأقل إذن قال لا أرى للخلائق من محل يهذبها كحد الأمهات إذن يهذبها أي يربيها كحدني الأمهات يقول الشاعر هنا بأنه لا يوجد أحد يمكن أن يقوم محل الأم بتعليم الأبناء الأخلاق وغرسها في نفوسهم البيت الرابع يقول الشاعر فحضن الأم مدرسة تسامت لتربية البنين أو البنات يشبه حضن الأم بالمدرسة التي علت وتسامت في تربية أبنائها وبناتها فيقول الشاعر هنا الأخلاق كما شبهها بالمدرسة التي تختص بتعليم البنات والبنين البيت الخامس يسأل الشاعر هنا سؤال استنكاري فيقول أليس العلم في الإسلام لفرضا على أبنائه وعلى البنات؟ يريد الشاعر من هذا السؤال تأكيد بأن العلم في الإسلام واجب على كل من البنين والبنات وهذا البيت يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فالعلم هنا فريضة على الأبناء وعلى البنات وفرضا هنا أي واجب البيت السادس يقول وكانت أمنا في العلم بحرا تحول لسائليها المشكلات إذن هنا ذكر الشاعر دليل قطعي على ضرورة ووجوب تعليم البنات وأن لا يقتصر العلم على البنين فقط فذكر لنا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقال كانت أم المؤمنين سيدة عائشة في العلم بحرا وكانت تحول لكل من يسألها المشكلات فيقول الشاعر هنا أو يذكر دليلا وقلنا أنا وذكر دليلا عن وجوب تعليم البنات من خلال ذكره للسيدة عائشة من الذي علم السيدة عائشة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في العلم وفي غيره يقول الشاعر وعلمها النبي أجل علم أجل علم فكانت من أجل العالمات إذن سيدنا محمد هو الذي علم السيدة عائشة هذا العلم وأجل علم أي أعظم علم فكانت من أعظم العالمات في ذلك العاصر أح.? أحسنت